في هذا الفيديو سأشخدر لكم كيفية حل المشكلات الطلب معلق في الانستغرام طلبك معلق في الانستغرام طبعا العديد من العزار على تقديم هذه المشكلة minsom و لا يعرف الاسباب و لا يعرف الحلول في هذا الفيديو سأعرفكم عن الأسباب و سأتطرق إلى الحلول اللازمة لحل هذه المشكلة بكل سهولة اذا لنبدأ الشرع اول سبب يا سبب points طبعًا نسخة الانستغرام فربما نسخة نسخة التطبيق التي تستخدمها غير محدثة وتستخدم نسخة قديمة فما الذي ينصحك به أو القيام به يا عزيزي المشاهد هو أن تقوم بعمل تحديث لتطبيق الأنستغرام الخاص بك بالذهب إلى جوجل بلاي وتبحث على الأنستغرام بهذا الشكل ثم هنا عزيزي المشاهد تنقر على أبدايت إذا وجدتها بهذا الشكل أنقر على أبدايت هذا الحل الأول والسبب الأول أيضا السبب الثاني أخوانين المشكلة قد يكون في أنك قمت بمخالفة طبعا الـ Community Guidelines الخاصة بالأنستغرام أو القوانين الخاصة بالأنستغرام ربما قمت بشيء مخالف كتعليق أو ربما قمت بمتابعة وإلغاء متابعة عدة مرات كررت ذلك عدة مرات فالأنستغرام اعتبره هذا مخالفا لطبعا قوانينه فقام بحظرك من هذه العملية من عملية المتابعة وقام بتعليق طلبك هذا قد يكون السبب الثاني السبب الثالث إخواني قد يكون في طبعا الشخص الذي ترسل له طبعا المتابعة فمثلا لو ذهبنا إلى أي مثلا هذا الحساب لاحظوا سأقوم بعمل follow يقول لي your request is pending كما تلاحظون هنا ربما هذا الشخص هذا الشخص طبعا قام بتفعيل أو عدم تفعيل المتابعات لك جميع الأشخاص فظهرت لك هذه الرسالة ما عليك تجريب حسابات أخرى التجريب مع حسابات أخرى إذا لم تنفى معك عزيزي المشاهد طبعا هذا الحل ما الذي استقوم به تعود إلى الانستغرام وتنقر عليه نقرة مطولة وتنقر على app info بعدها تقوم بالنقر على storage usage تقوم بحذف الكاش وحذف الداتا وتقوم بالنقر على force stop وتعيد تسجيل الدخون من جديد هذا الحل الآخر إذا لم ينفع معك هذا الحل ما الذي استقوم به يا عزيزي المشاهد لتقوم بحل هذه المشكلة بشكل رسمي فنقر على الانستغرام بهذا الشكل وبعدها تذهب إلى هنا في الأسطورة الثلاث وتذهب إلى الأسفل وتختار طبعا تختار help ثم تختار report problem وتختار go back أو تنقر على report problem تقوم بإزالة هذا الخيار وتقوم بالنقر على report problem ثم تقوم بالنقر على include and continue هنا عزيزي المشاهد ستقوم بوصف المشكلة الخاصة بك تقوم بوصف المشكلة هنا بشكل صحيح وسأكتب رسالة أساعد إليك ما تلاحظون انتهيت من كتابة الرسالة رسالة كالتالي مرحبا فريق دعم الانستغرام وعاني من مشكلة تعليق طلب المتابعة في حسابي أرجو منكم مساعدتي لحل هذه المشكلة في أقربه ممكن شكرا لكم فريق دعم الانستغرام بعدها هنا تضيف لهم طبعا اسم حسابك في الانستغرام إذا لم تقوم بإرسال هذه الرسالة من انستغرام آخر أما إذا إرسلتها من الحساب الذي يعاني من المشكلة فلا تكتب اسم المستخدم فقط قم بإضافة صورة للمشكلة يلتقط صورة للمشكلة التي تعاني منها وبعدها عزيزي المشاهد انقر على send وهم سيقومون بمراجعة المشكلة الخاصة بك ومراجعة حسابك ويقومون بحل المشكلة الخاصة بك إذا هذه يا إخواني كيفية حل المشكلة طلبك معلق أو تعليق الطلب في الانستغرام أتمنى أن تكون طريقة ما فهم الشرح إذا شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء